موسيقى مساء الخير و أهلا بكم إلى خلف الجدار تشديد إسرائيلي لإجراءات القمع على الفلسطينيين وتحليل في أسباب انتفاضة الشباب و قلق من تزايد حدة التحركات وتوسعها يقابله إسرار فلسطيني على المواجهة لا يقتصر على الضفة والقدس بل تدعمه شرائح المجتمع الفلسطيني في مدن وبلدات الداخل خصوصا في سخنين هذه المواضيع التي سنناقشها في حلقة الليلة من خلف الجدار والآن نبدأ مع بعض الأخبار الإسرائيلية بداية قرار الجيش الإسرائيلي بناء جدار إلكتروني حول قطاع غزة عقب الموجهة بينه وبين شبان القطاع في الأيام الماضية أما عسكريا وقد قصفت إسرائيل موقعين عسكريين الجيش السوري في القنيترا في الجولان ردا على سقوط قضائف هوا في الجزء المحتل من الجولان كما قالت وبالتوازي أعلن نتانياهو أن عدد المستوطنين في الضفة الغربية ارتفع خلال ولايته إلى 120 ألف مستوطن هذا الأعلان رد به نتانياهو على منتقده خصوصا داخل كتلة اليكوت وفي خبرنا الأخير وصل الرئيس الهندي إلى إسرائيل في زيارة المصفة بالتاريخية إذ أنها المرة الأولى التي يزور فيها رئيس من الهند إسرائيل هذه الأخبار التي اخترناها لكم في بداية حلقتنا الآن نذهب لنبدأ مع فقرة في العمق إذن فلسطين وشبابها هم نجوم الحدث الإسرائيلي هذا الأسبوع بامتياز طبعا لحقا بالأسابيع الماضية أيضا التحليلات التصريحات الاجتماعات كلها تتركز على سؤال واحد ماذا يجب أن تفعل إسرائيل كيف يجب أن تقمع هؤلاء الثائرين سنعرض الآن في بداية هذه الفقرة في العمق الإجراءات الإسرائيلية المضادة في وجه التحركات الفلسطينية نناقش ما تقوله أيضا إزاء هذه الهبة الفلسطينية كيف يحلل سياسيوها إعلاميوها أمنيوها ما يحدث ما رأيهم أيضا بالشباب الفلسطيني الذي ينطفد النساء اللواتي أيضا يتجرأنا على المواجهة وأي تعقيدات داخلية يطرحها المشهد الفلسطيني على حكومة نتنياهو وحكمه نناقش ونسأل كل هذه المواضيع مع دكتور عباس معي المتخصص في الشأن الإسرائيلي أهلا بك دكتور عباس وقبل البداية كالعادة نثاب إلى تقرير اخترنا من التلفزيون الإسرائيل האם גל הטרור של השבועיים האחרונים עלול להתפתח למשהו גדול עוד יותר כתבנו בן יורי חוזר על תחילתן של שתי האינטיפאדות הקודמות והוא מנסה למצוא תשובות כמעט 30 שנה אחרי פרוץ האינטיפאדה הראשונה ו15 שנה אחרי תחילת האינטיפאדה השנייה ניועה שחוץ מהאישים שהשתתפו באירועים אז שום דבר לא השתנה והתמונות נראות כאילו שידור חוזר כואב ועצור 20 שנה אחרי מלחמת ששת הימים קם בעזה ויהודה ושומרון דור חדש שקרה תיגר על מניגיו והתגר אותם לפעול בדרך אחרת גם אז זה החל בזריקת אבנים ושימוש בכלי נשק מאולתרים בישראל של ממשלת רוטציה רחבה מימין ומשמאל האינטיפאדה הראשונה נחתה כרעם ביום בהיר זה ייקח עוד יום או עוד שבוע או עוד שבועיים לטובתם, לטובתנו חיה בחוק והסדר לחזור לכאן הסכמי יוסלו שנחתמו בשנת 1993 הרגיעו וסיימו למעשה את האינטיפאדה הראשונה השקט נשמר שבע שנים בדיוק עד שבחודש ספטמבר 2000 החליט חבר הכנסת אריאל שרון לעלות להר הבית ולהכריז שלכל יהודי זכות לבקר בהר הבית כאז כן התאי חלו המומות תחילה בהר הבית התגלגלו לרחובות העיר העתיקה של ירוסלים ולרחובי יהודה ושומרון ועד שיגיעו למרכזי הערים בישראל היו האבנים והמקלות לפי גוי תבדות בשלב זה איש אינו יכול לדעת האם האירועים שחווינו בימים אלה כמו בתחילתן של שתי אינטיפאדות הראשונות מידים על אינטיפאדה שלישית ולגל חليف هذا גלב هذا هو السؤال الأبرز هل هي موجة عابرة أمستثرت تؤسس إلى مرحلة مقبلة كيف يراها الإسرائيليون دكتور عباس خصوصا كيف تقاد هذه التحركات الفلسطينية من قبل من من هي وجوهها ماذا يقول الإسرائيليون في هذا الإيطال السؤال الأول مطروح إسرائيليا وحتى الآن لا يزال خلاف حوله في إسرائيل هو في توصيف ما يحصل من خلال موجة العمليات الأخيرة ليس هناك تعرف واضح ليس هناك بالضبط ليس هناك حتى الآن يعني بعض الخبراء والمعلقين المقتصين بالشأن العسكر والأمنية أشاروا لأنه حتى الآن المؤسسة الأمنية لم تختر توصيفا وإثما تطلقه على ما يحصل وإن كان الاعتقاد الثائق في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بأن ما يحصل ليس انتفاضة والمقصود هنا ليس انتفاضة على غرار أو مقارنة بالانتفاضتين السابقتين التي حصلتها في 87 وفي العام 2000 وبالتالي حتى الآن لا يوجد هناك اتفاق أو توصيف أو اسم لما يحصل نرى بعض الزعماء السياسيين أو المسؤولين السياسيين مثل بن يمين نتنياهو يطلق على ما يحصل موجة إرهاب أو موجة عمليات إرهابية المؤسسة العسكرية كما أشهرنا والمؤسسة الأمنية حتى الآن لا تطلق مصطلح انتفاضة في المقابل هناك مجموعة من المعلقين الذين يقولون بأن ما يحصل هو انتفاضة بكل ما الكلمة من معنى ويجب تسمية الأمور بأشياءها ضعيم المعارضة قال نحن على أبواب انتفاضة وبالتالي حتى الآن لا يزال هناك تباين في توصيف وفي قراءة أو إطلاق الاختيار الاسم الصحيح لما يحصل ولكن فيها عناصر مميزة عن سابقاتها هذا الانتفاضة خصوصا حضور العنصر الشبابي والنساء بالضبط ما توقف عنده أكثر المسؤولون الإسرائيليون وما يعنيهم أكثر هو مميزات ما يحصل الآن بصرف النظر عما كانت تسمى انتفاضة أم لا هناك من يدعو إلى أنه قد يقوم من الخطأ اختيار الاسم أو التوصيف مقارنة بالانتفاضتين السابقتين لأنه كان لكل انتفاضة مميزاتها المميزات التي تتميز فيها هذه الانتفاضة حتى الآن والتي تقلق الإسرائيليين بشكل كبير هو أنها حتى الآن هي بشكل عام تقوم بناء على مبادرات فردية ليست نتيجة عمل منظم بمعنى أنه لا توجد جهة بعينها تنظيم أو قيادة مركزية تقود هذا الحراق بما يسمح لأجهزة الأمن الإسرائيلية والشباك والجيش الإسرائيلي أن تنطقت العقول المدبرة أن تضع يدها وأن تقق معها أن من يقومون بهذه المبادرات هم شباب في مقتبل العمر أن العنصر النسائي حاضر بقوة شباب يعني في عمر العشرين ومدون صحيح تحدث عن مراهقين ليسوا فقط يعني هم فتيان هم فتيان تتراوح عمارهم بين 14 و15 وصولا إلى 25 وأيضا هناك العنصر النسائي وهناك أيضا المستوى التعليمي والثقافي للذين يقومون بالعمليات ويشاركون في الحراق يعني في إسرائيل ويشاركون إلى أنهم يعني لديهم مستوى أكاديمي خرجي جامعات طلاب جامعات وبالتالي هذه كل عناصر النقطة الثانية التي تصير قلق الإسرائيليين بالنسبة لهذه النقطة هو أن معظم منفذي العمليات لا يأتون لا من الضفة الغربية ولا من قطاع غزة إنما من القدس تحديدا وحتى من أراضي من فلسطين أراضي فلسطين 48 وهذا بالنسبة لإسرائيليين أيضا موضع قلق ويعتبر تحول عما حصل لأن هناك الذين هم من سكان القدس أو فلسطيني 48 بحكم أنهم ضمن الأراضي التي احتلتها سيدنا 48 أما أنهم يحملون المواطنة الإسرائيلية بينهن أو أما يحملون الإقامة الدائمة وهذه المسألة تسهل عليهم عملية التحرك والتنقل وتسهل عليهم عملية المعرفة بالأرض والواقع والمدن التي ينفذون فيها عملياتهم في مسألة الشباب والأكاديميين يقول أليكس فشمن المحل العسكري دكتور عباس وهو طبعا المحل المهمين الأحصاءات تشير إلى أن 31% 31.5% من أوساط الشباب في السلطة الفلسطينية لا يوجدون في أي إطار يعني ليس لديهم عمل لكن المعدل الحقيقي لهؤلاء الشباب على ما يبدو أعلى هؤلاء أكاديميون لم ينجحوا في الانخراج في وظائف مناسبة في السلطة يعملون في الزراعة وفي البناء مما يزيد إحساس العدم لديهم مع أنهم لديهم شهادات جامعية إلى أي مدى العنصر الاقتصادي حاضر في هذه التحركات؟ يعني الدوافع التي تقف وراء أو تدفع الشباب الفلسطيني الذين يضحون بأنفسهم لتنفيذ العمليات هي كانت موضع نقاش واهتمام كبير في إسرائيل العنصر الاقتصادي أو العامل الاقتصادي هو أحد هذه العوامل وإن كان ليس هو العامل الأقوى هناك عوامل أخرى ربما البعض يعني يستحب أو يعني يفضل أن يذهب نحو العامل الاقتصادي لكي يبعد العوامل الأخرى ولأن العامل الاقتصادي ربما يعفي الاحتلال من مسؤولياته ولكن بمجمل العناصر بمجمل العوامل هناك مجموعة عناصر منها ما يشار إليها بالاعتبار الأديولوجي أو الديني السياسي نتيجة الاحتلال الإسرائيلي نتيجة ما كان يتعرض له المجلد الأقصى في الفترة الأخيرة نتيجة انسداد الأفق السياسي كل هذه العناصر صيقت في سياق الحديث عن الدوافع التي تدفع الفلسطينيين للقيام بتنفيذ العمليات ولكن هنا أيضا نبدو من الإشارة أنه من ما يحصل أيضا هذا كان موضع أنه شكل مفاجأة لكل أجلسة الأمن الإسرائيلية وهذا أيضا يؤخذ عليهم باعتبار أنه لم يكن هناك تقدير بأنه سوف يحصل ما يحصل حتى تم الحديث عن مسألة عمل بعض الفلسطينيين في القدس الشرقية في ضفة أخرى في القدس الغربية ويشغلون نسبة مهمة من إشغال فنادق وغيرها نركز كثيرا على هذه النقطة لأنه حتى تأثيرات هذه التحركات على الداخل الإسرائيلي كانت مهمة وملفتة وربما قد نشاهد الآن كيف تعاطت أو تعاملت حكومة تتنياهو مع هذه التحركات خصوصا على المستوى الأمني وعلى مستوى القرارات التي اتخذتها كان فيما يتعلق بالشق القانوني على الشكل العسكري تكثيف الحضور العسكري والأمن נושא הדדת תקרירו أنا עוד לניקש ניר דבורי מה אתה יכול לומר לנו על הפתרונות שמציעים שם לראש הממשלה בתוך החדר מצד אחד מדברים על השכונות המזרח ירושלמיות אז מצד אחד זה בעלי תעודת זהות כחולה שזה חופש תנועה ומצד שני הזדהות עמוקה עם העניין הפלסטיני ועם מילת הקוד ומילת ההפעלה אל עקצה ומכאן גם המורכבות אז מה שעכשיו יציגו או מציגים עכשיו אנשי השבק והצבא לראש הממשלה זה איך מייצרים הרתעה אז אמרנו כאן סגר ואמרנו כאן קטר אבל גם מדברים שם על הריסת בתים שלילת תושבות גירוש ופגיעה בתנאים הסוציאליים הרי הם אזרחים של מדינת ישראל ושלילה של הדברים האלה אולי יכול לעשות משהו לא בטוח שזה יהיה המרכיב המרכזי דיברנו על הפריסה של הכוחות בשטח הרוויה של השטח בהרבה מאוד אנשים ואז אולי נראה גיוס של מילואים ואולי גורמים נוספים כדי לתמוך בעבודה של משמר הגבול ושל המשטרה אבל אני חושב שמעל הדבר הזה שזה הפתרונות הטקטיים בשטח יש כבר דיבור על הכרזה משותפת על הרגיעה גישושים כוונות עוד אין אישור רשמי של אף צעד לעניין הזה אבל הרעיון שאולי משהו שמלמעלה לא באמת נכון משהו שמלמעלה אולי יוכל לנסות ולהרגיע את העניינים וצריך לזכור שבעניין הזה לא בטוח שכל בן 14 ממזרח ירושלים מושפע מאמירה כזו אחרת של הבומה הזה אבל צריך להגיד שבסוף העניין הזה שסגר וקטר הוא גם מאוד מאוד מורכב ומאוד מאוד בעייתי מכיוון שהיום נכנסים לעבוד בישראל 60 אלף פלסטינים וגם אנשי השכונות המזרח ירושלמיות אם אתה סוגר את האנשים האלה בבית והם יושבים מול הטלוויזיה ומול האינטרנט אתה אחרי זה תמצא אותם ברחובות מפגינים נגדך ואת זה מאוד לא רוצים לראות לא בצבא נגדך 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 כולה חלול תقنع الإسرائيليين يعني מגדיה بالنسبة للمستوى الأمني والمستوى السياسי والمستوى الشعبي بداية لابد من إنشاء لأن معظم هذه الإجراءات القمعية التي اتخذها المجلس الوزارع المصغر ليست جديدة سبق أن اتخذت بطريقة أو بأخرى وتم الإعلان عنها هي في الحقيقة هذه الإجراءات تعكس إفلاس الحكومة الإسرائيلية والأجهزة الأمنية الإسرائيلية في مواجهة والتصدي لوضع حد لظاهرة العمليات التي حصلت في الأسبوعين الماضيين ونقطة سنو هذه الإجراءات تنطوي على كل ما يمكن أن يخطر في البال من إجراءات قمعية وتعصفية وبعضها يعني يتجاوز حد معاقبة منفذ العملية بنفسه ليتذهب إلى عائلته إلى بيئته وبالتالي هذه الإجراءات كلها رغم شدتها وبطشها لا يوجد في إسرائيل من يمكن أن يتعهد بأن هذه الإجراءات سوف تضح حد لموجة العمليات أو أن هي الجواب الشافي أو الحل السحري لما يحصل ولكنها في جزء منها هذه الإجراءات جاءت نتيجة أيضا كما أشرنا العجز من جهة وأيضا نتيجة الانتقادات الكبيرة التي وجهت إلى نتنياهو تحديدا باعتباره يرأس هذه الحكومة ويرأس الحكومات التي سبقت وباعتباره وعد الناخب الإسرائيلي بأنه هو من يوفر الأمن اليوم التلفزيون الإسرائيلي كان يتحكم على بن يمين نتنياهو استعرض له خطابات الأخيرة في الانتخابات عندما قال هل تعتمدون على بوجي وليفي يقصد سيب ليفني وإسحاك هرثوك لكي يجلبوا الأمن والسلام نحن من نجلب الأمن والسلام وكان التحكم بأنه لم يجلب لا أمنا ولا سلاما وهذا أيضا رأي الشارع الإسرائيلي رأي الناس حسب الاستطلاعات نستطيع أن نشاهد استطلاعا للرأي يشير إلى أن الإسرائيليين فقدوا ثقتهم بنتنياهو وربما يفضلون شخص آخر والمفاجأة من هو هذا الشخص أفكدور لبرمن إلى أي مدى وصلت الحال هذه نتائج الاستطلاعات غير راض عن أداء بنيمي نتنياهو حصل على 38% غير راض بما فيه الكفاية 35% وراض بما فيه الكفاية 19% طبعا العدم الرضا يتغلب بشكل كبير سلسال الإسرائيليين غير راضين عن أداء بنيمي نتنياهو بالمناسب هذا الاستطلاع رأي أجري قبل اجتماع الملتوزير المصغر الأخير الذي اتخذ القرارات الشديدة العنفة ومع ذلك هذا الاستطلاع سلسال الإسرائيليين تقريبا غير راضين بعد الإجراءات التي اتخذت ملتوزير المصغر قرار فيها يوم الأربعاء وبعد المؤتمرات الصحفية التي تعقدها بنيمي نتنياهو التي ربطها بعد المحللين بنتائج اتطلاع الرأي بقيت النتيجة على حالها بقية اليوم اجري استطلاع الرأي تقريبا ما يزيد عن 70% من الإسرائيليين قالوا أنهم غير راضين عن أداء بنيمي نتنياهو عن أداء الحكومة الإسرائيلية نشاهد الآن استطلاع الثاني الذي يشير إلى أن أفكدور لبرمان متصدر من ممكن أن يكون مفاجأة أي انتخابات قد تحصل في وقت لاحق إذا ما استمر الأمر على حاله الشخصيات الأكثر ملائمة لمعالجة مشاكل الأمن والعمليات أفكدور لبرمان بالصدارة 22% من الإسرائيليين أساسا المتطرفين حتى نفتالي بنت صهيوني المتطرف هو في المرتبة الثانية هذا تهدى تتم الإصلاع الأول هذا يعكس أن وجهة الجمهور الإسرائيلي هو نحو مزيد من العنف ومزيد من القمع إذا نلاحظ أن أفكدور لبرمان الذي يطرح أكثر الحلول الآن باتشان يليه بنت هم المفضلين بالنسبة الجمهور الإسرائيلي وهيرتسوغ نلاحظ أن إسحاك هيرتسوغ ويائير لبيد على الرغم من أنه في طوال الأسبوع الماضية خطاب إسحاك هيرتسوغ كان أكثر يمينية من بن يمين نتنياهو وكذلك خطاب لبيد أكثر يمينية من بن يمين نتنياهو رغم ذلك الجمهور الإسرائيلي الرأي العام الإسرائيلي يريد شخصية يمينية أكثر تطرفا من بن يمين نتنياهو لكي يمارس مزيد من القمع وهذا يعكس العقلية الموجودة الآن في إسرائيل هو بأنه لابد من ممارس المزيد من القمع مزيد من البطش ومزيد من الإجراءات العصفية الأمنيون ماذا يقولون دكتور عباس؟ السياسيون واضح حتى لا يمكن إغفال الحسابات الانتخابية فيما بعد ولكن المستوى الأمني ماذا يقول؟ هذه كانت مفارقة في إسرائيل المستوى السياسي في قراراته والإجراءات التي يطالب فيها محكوم لمجموعة من الاعتبارات منها الاعتبار السياسي الداخلي بمعنى أن بن يمين نتنياهو ينظر ماذا يقولون عن يمينه وماذا يقولون عن يصر لكي يأخذ قرارات المستوى الأمني عادة يذهب نحو أتجاهات أكثر مهنية اللافت والمفارقة أن الجيش الإسرائيلي وأيضا الشباك كانت التوصية التي رفعوها بأنه يجب على إسرائيل أن تتجنب فرض العقوبات الجماعية وأن تتجنب فرض الحصار على قطاع غزة وأن تذهب نحو ما سموه طوق متنفس بمعنى الآن الطوق الذي فرض على الحياة في القدس أن يبقى هناك مجال للفلسطين العادي للتنفس وعدم المس بنسيج الحياة الفلسطينية والمجتمع الفلسطيني لأنهم يعتقدون بأن المس نعطي نتائج عكسية إذا تم فرض حصار وإغلاق تام المؤسسة العسكرية والأمنية تقول بأن هذا الفرض الحصار سوف يعني أن الفلسطينيون لن يذهبوا إلى العمل ولن يذهبوا إلى المدارس لن يذهبوا إلى الجماعات سوف يشاركون في الفعاليات إذن لنترك هذا المجال مفتوح وبالتالي كان قرارهم أنه يجب عدم فرض حصار على قطاع غزة وفرض الإجراءات في القدس وخاصة في الأحيات الشرقية في القدس بما يسمح لإسرائيل أن تمارس قيودا كبيرة ولكن لا تصل الأمور إلى مرحلة الانفجار داخل المجتمع الفلسطيني خصوصا أن هناك ارتفاع بشكل كبير لخطاب الحقد والكرهية لدى الإسرائيليين وهذا ما تم رصده في وسائل التواصل الاجتماعية إلى أي مدى وصلت هذه الأمور غير مسبوقة ربما في وقت سابق ما وصل إليه اليوم أو يعبر عنها بشكل أكبر لأن وسائل التواصل منتشرة من المهم جدا الإضاءة على الخطاب العنصري الإسرائيلي ربما الكل منشغل بالعمليات التي تنفذها الفلسطينيين ضد الإسرائيل ولكن الإسرائيليون نفذوا كثير من الاعتداءات بحق الفلسطينيين نتيجة خطاب العنصرية وخطاب التحريض نذكر على سبيل المثال الحصر هناك فلسطينيون داخل أرادة فلسطينيين تعرضوا للطعن من يهود فقط لأنهم عرب لا أحد يركز عليها هناك يهودي طعن يهوديا فكريات آتا لأنه ظن أنه عربيا والمفارقة أنه لم يطلق أحد النار على هذا الشخص على اليهودي ولم يتم التعامل معه كما يتم التعامل مع الفلسطيني وصل الأمور ليس فقط إلى الخطاب على مستوى الرأي العام الإسرائيلي العادي المسؤولون الإسرائيليون والوزراء كلهم يدعون إلى ضرورة قتل وإعدام كل من يشتبه به بأنه ينفذ عملية فتاوى حخامات حخام صفد شمئيل إلياهو حخام سفرادي معروف بن سيونت سافي دعا إلى أنه ردا على سؤال يجب قتل وإعدام الجريح الفلسطيني حتى وإن كان لا يشكل خطر وأبقاؤه على حياة جريمة هناك خطاب عنصري كبير جدا هناك ملاحظة لابد من إشارة إليها هي أن الإجراءات التي اتخذها من يمين نتنياهو وعقومته في القدس وجهت انتقادات كبيرة إليه بأنه يقسم القدس وأن كل الخطاب اليميني الذي كان يقول أن القدس موحدة عاصمة أبدية أزلية وكلها تحت السيادة الإسرائيلية كما يقولون جاءت حكومة اليمين الآن بإجراءاتها لكي تقسم القدس عمليا بين قدس عربية وقدس يهودية وهذا يناقض كل الخطاب الإسرائيلي ويعقص في جزء منه فعلا الإفلاس والعجز في الحكومة الإسرائيلية عن مواجهة عمليات الفلسطينية الفردية قد يكون ملفتا وربما بارزا أن نقول أيضا مقاله مشاي علون وزير الدفاع عندما طولب في اجتماع المجلس الوزاري أن يكون هناك تجديد أكبر الإجراءات في القدس قال تريدون أن أسحب سككين المطبخ من المدينة هذه تعبر عن واقع الحال والإفلاس الذي وصلت إليه إسرائيل ودرجة اليأس أيضا التي وصل إليها الفلسطيني الذي ينطفد الآن ويتحرك بسككين مطبخ دكتور عباس في نهاية الفقرة قبل أن نختم معك الحوار هل بإزاء هذا التخبط بإزاء هذا القلق الإسرائيلي طبعا هنا نتحدث عن إسرائيل هل هناك أي تصور إلى أين ممكن أن تصل هذه الاحتجاجات أو التحركات الفلسطينية يعني يقول الإسرائيليون هل ممكن أن تكون انتفاضة فعلا تغير أو يخشون فعلا من نتائجها أم يعولون على قدرة ربما السلطة على ضبط الوضع يعني الإسرائيليون خاصة المستوى الأمني والعسكري يتوقع أن تستمر موجة العمليات لفترة لا يحددونها حتى الآن ويرفضون أن يحددوا ثقفا زمنيا لها هناك خشية في إسرائيل من أن ربما الأمور قد تطور وتخرج عن السيطرة نتيجة أحداث استثنائية خارجة عن التوقعات سواء من قيام مستوطنين يهود باعتداءات كبيرة على الفلسطينيين أو تنفيذ عمليات فلسطينية كبيرة وواسعة هناك الآن مروحة اتصالات تجري وجرت من أجل محاولة الوضع حد لهذه العمليات اتصالات أمريكية تجريم مساء اليوم اتصل أيضا وزير الخارجية الأمريكية ببن يمين نتنياهو وقال أنه يقف مع إسرائيل وعلى السلطة الفلسطينية أبو ماذين أن يشجب ويدينه ما يحصل هناك لقاء بين نتنياهو وكيري يوم الأربعاء المقبل في برلين كان هناك محاولات لعقد لقاء قمة في الأردن نتنياهو وأبو ماذين وأيضا الملك أردن الواكري هناك محاولات هناك تواصل مع السلطة الفلسطينية أنا نجهد الكاريكاتور أيضا الإسرائيلي هذا الأسبوع هناك صورتين اخترناهم وهذه معبرة جدا هذا الكاريكاتور من السلطين اليوم يعبر أنه مكتوب في العبري موجة أو تسونامي هناك يقال أنه إذا كانوا هذه الموجة بالكوفية الفلسطينية للقول بأنه يحصل ليس مضرد موجة عادية إنما تسونامي قد يتطور أكثر فأكثر الكاريكاتور الثاني واضح أنه هذه السيارة الفلسطينية وأيضا شكل سكين ربما للإشارة إلى أن العمليات التي تحصل الآن عمليات دهس وعمليات طعب وطرقات فاضية لها شكل هندسي مفتوح على التقديرات شكرا لك دكتور عباس إسماعيل على كل هذه المعلومات التي قدمتها لنا في بداية حلقة الليلة من خلف الجدار من في العمق المتخصص في الشأن الإسرائيلي إذن مشاهدين سنتابع خلف الجدار بعد هذا الفاصل ونتحدث أكثر عن حضور التحركات الفلسطينية في داخل الثمانية وأربعين مع فلسطيني الداخل بعد هذا الفاصل مشاهدين أبقوا معنا اشتركوا في القناة من جديد أهلا بكم مشاهدينا إلى خلف الجدار في الداخل الشارع الفلسطيني يغلي تهب في الضفة فيسمع صداها داخل الثمانية وأربعين مؤذرة لتحركات الضفة والقدس في مختلف مدن وبلدات الداخل وفي المقابل تحاول إسرائيل قمع هذه التحركات بشتى الوسائل من خلال محاكمات من خلال فتح التحقيقات من خلال اعتقالات وإضافة إلى التحريد المذهبي والعنصري الذي يأخذ بالاتساع نناقش الآن تطورات الداخل مع ضيفنا أستاذ محمد بركة وهو رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة تحدثنا من الناصر أهلا بك وقبل أن نتحدث معك سنذهب إلى هذا التقرير مرة أخرى تشعل الاعتداءات على القدس والمسجد الأقصى غضب الشارع الفلسطيني فهبت الضفة وغزة والداخل المحتل في وجه الاحتلال وبالحجارة دافعوا عن مقدساتهم وعن المرابطين في المسجد الأقصى الذين يتعرضون بشكل يومي لاعتداءات الاحتلال ومستوطنية الغضب الشعبي انطلق بدعوات شبابية وبعمليات فردية نفذها مقاومون ومقاومات ضد الاحتلال بعدما فقدوا الأمل بالحلول السياسية وخاب أملهم من الصمت العربي والدولي إزاء ما يتعرض له وطنهم في ظل اقتحامات المستوطنين المتتالية للمسجد الأقصى واعتداءات المستوطنين التي وصلت إلى حد إحراق عائلة فلسطينية في دومة قرب نابلس الوضع الراهن لا يمكن أن يستمر أننا لا نستطيع الالتزام بالاتفاقيات التي لا تلتزم بها إسرائيل المسجد الأقصى والقدس الشرقية خط أحمر بكل ما تعنيه الكلمة من معنى وما زاد من غضب الشارع عمليات الإعدام التي نفذتها قوات الاحتلال بحق منفذي العمليات خصوصا أن عددا كبيرا منهم كان يمكن اعتقاله بدلا من إعدامه فاشتعلت مناطق التماس في أكثر من مدينة في الضفة وغزة وازدادت أعداد الشهداء ومن بينهم أطفال معظم الإصابات تركزت في المناطق العلوية في الجسم من الرصاص الحي وحتى الرصاص المطاطي أيضا في المناطق العلوية من الجسم إما في الرأس أو في العين أو في الرقب إسرائيل من ناحيتها لم تجد إلا مزيدا من العقوبات الجماعية لتفرضها على الفلسطينيين بعدما عجزت عن منع عمليات المقاومة فأعلنت عن هدم منازل عائلات منفذي العمليات وسحب بطاقات الإقامة من سكان القدس الذين لهم صلة بالمقاومين وفرضت إجراءات تعسفية في القدس فقسمتها بالسواتر الإسمنتية والحواجز العسكرية نتنياهو يبرمج السياسة تستهدف طرد الناس من القدس ومنعهم من الدفاع عن المجهد الأقصى المبارك بالعكس ما يحصل الآن هو يزيدنا إصرارا على الثبات على الصمود على مواجهة إجراءات الاحتلال ولن نسمح لنتنياهو أن يعمل على تقسيم المجهد الأقصى المبارك تجربة الحرم الإبراهيم الشريف لن تتكرر في المجهد الأقصى المبارك ورغم محاولات تهديئة الخواطر التي تسعى إليها دول عدة مع السلطة الفلسطينية إلا أن الفلسطينيين مصرطين على استمرار نضالهم حتى تكفى إسرائيل يدها عن الأقصى وتوقف اعتداءات المستوطنين واستلاءهم على أراضي الفلسطينيين أستاذ محمد براكم ما الذي يعزز هذا الشعور القوي بالتضامن من قبل الفلسطينيين في الداخل مع الضفة مع القدس وحتى ما الذي يعزز هذه الانتفاضة والتحركات القوية أيضا في القدس الشرقية مساء الخير ذات مرة في أيثناء الانتفاضة الثانية كنت قد قلت مثل هذا الكلام في جامعة بيرزيت نحن لا نتضامن مع شعبنا إنما نساهم في معركته من موقعنا ويومها المستشار القضائي للحكومة أمر بفتح تحقيق معي على أنني أحض على الانتفاضة والآن بعد 15 عاما أعيد نفس الكلام نحن لا نتضامن مع شعبنا نحن نساهم من موقعنا في المعركة من أجل أن يحصل على العدالة وعلى الحق وفي الدفاع عن الإنسان وعن المقدسات وعن الهوية الفلسطينية لمدينة القدس لذلك إذا كان السؤال ما الذي يدفعنا إلى ذلك هل أقول لك عدالة القضية؟ نعم هل أقول لك الانتماء إلى الشعب الفلسطيني؟ نعم هل أقول لك محجم ومنسوب القمع الذي تواجهه إسرائيل ضدنا وضد شعبنا؟ نعم كل هذه الأمور مجتمعتان هي بمثابة محفزات ودوافع موضوعية ووطنية لكي لا ننكفي أنا أقول أنه من الطبيعي أن نكون إلى جانب شعبنا ومن العار والنذالة أن نستكين إزاء ما يتعرض إليه شعبنا إزاء هذا المشاركة هذا صح التعبير عفوا أنا قلت تضامن لا أريد أن أستعملها يعني يكون هناك اعتقالات للمتظاهرين للناشطين أستاذ محمد بركة من قبل الشرطة الإسرائيلية كيف تفسر هذه الردة الفعل الإسرائيلية في الداخل وأي تأثير تملكه على الشارع الفلسطيني؟ يعني إسرائيل تحاول أن تروج في العالم أنها ديمقراطية وأنها واحدة ديمقراطية في المنطقة وما إلى ذلك من هذا الكلام لكن هي تستكثر على الفلسطيني أن يخرج إلى نضال سلمي ديمقراطي إنساني بالتظاهر بالوقفة بالاعتصام للوقوف إلى جانب شعبهم هذا يدل على طبيعة هذا النظام حقيقة أنه أغلفت الديمقراطية غير صالحة للاستعمال مع العرب بالنسبة له مع الفلسطينيين ونحن خبرنا ذلك في أكثر من محطة هناك محطات ربما غائبة عن الوعي وغائبة عن الإعلام بسبب ظروف تلك الفترة في أواخر الأربعينات بعد النكمة مباشرة في الخمسينات مجزرة كفر قاسم ما قبل حرب سبعة وستين وما بعد حرب سبعة وستين وما إلى ذلك وصولا إلى يوم الأرض وصولا إلى الانتفاضة الثانية وصولا إلى اليوم يعني دائما يعني أخذي على سبيل المثال في أكتوبر 2000 قتلت إسرائيل 13 شابا من أبنائنا واستكثرت حتى أن نطالب بأن يجري تحقيق رسمي من خلال المؤسسة الإسرائيلية بظروف استشهاد هؤلاء الشباب وأن يحاكم القتل ونحن نعرف بعضهم بالإسم بمعنى أن هذا السلوك العدواني والاتهاد الذي ربما يبدأ بقمع مظاهرة بعد ذلك ينتغل الاعتقال وهذا ذلك قد يطلق الرصاص الحي هذا أمر مبني في جوهر تعامل الحركة الصهيونية وإسرائيل الرسمية معنا كفلسطينيين وكمواطنين فيها نقطة الديمقراطية ساقطة عن إسرائيل لأن امتحان الديمقراطية هي ليس في كيف تتعامل مع الأغلبية إنما كيف تتعامل مع الأقلية كيف تتعامل مع الرأي الآخر هذا هو امتحان الديمقراطية وفي هذا الامتحان إسرائيل فشلت فشلا ذريعا الأخطر ليس فقط على المستوى الرسمي أستاذ محمد بارك إذا كنت توافقني إنما أيضا على المستوى الشعب بما يحصل من حملات تحريط تدعو إلى القتل بشكل علني ومن غير استحاء أن يكون هناك قتل لكل فلسطيني ولكل عربي بداية إلى أي مدى أنتم تشعرون بها في الداخل لو تقول لي مثلا إذا أنت كعربي تمشي على الطريق كيف يكون الحديث معك بأي طريقة يتم التعاطي وحتى على المستوى في وسائل التواصل الاجتماعية في وسائل الإعلام إلى أي مدى درجة مستوى التحريط قد بلغ يعني التحريط بلغ إلى أقصى درجة ممكن أن يصل إليها بمعنى أن دم الإنسان العربي الفلسطيني في هذه البلاد أصبح مهدورا يعني عندما يأتي شخص مثل يعلون اللي هو الشخص الثاني في الحكومة بعد نتنياه ويدعو المواطنين إلى أن يخرجوا الواطنين اليهود أن يخرجوا من بيوتهم وهم يحملون أسلحتهم بمعنى أنه يعينهم قضاء وفرقة إعدام يعني أولا يطلقون النار وبعد ذلك يلفقون الملابسات والظروف والمبررات وما إلى ذلك ووصل هذا الهوس إلى أن يقوم قبل عدة أيام يهودي في إحدى المدن الإسرائيلية بطعن يهودي آخر اعتقادا منه أنه عربي ثم يأتي المواطنون الآخرون يعتدي على الذي طعن باعتقاد أنه عربي يعني هناك أمور تدخل في مجال العبث بمعنى أن الأمن الشخصي للإنسان الفلسطيني أصبح مهدد ليس بأن يمس أو يهان إنما حتى أن يفقد حياته ولذلك يعني في اعتقاد هذا الأمر ينطبق على كل إنسان على العاء هناك ملاحقات للعمال هناك ملاحقات حتى على ستاتوس في الفيسبوك في وسائل أو وسائل التواصل الاجتماعي يفصلون ناس موظفين أو عاملين في شركات بسبب تماثله أو تعاطفه أو تماثلها أو تعاطفها مع شأن فلسطيني يفصل من العمل وهذا طبعا مناقض لكل الأعراف ولكل القوانين لأنه الإنسان يعني يعمل في ورشة معينة ليس وفق رائعه إنما وفق أدائه في العمل المحدد فبهذا المفهوم أعتقد أنه مفهوم الأمن الشخصي أصبح في مهدد وفي غاية الخطورة حتى بالنسبة لمسألة النائب حنين الزعبي وما طلب به نتنياهو بفتح تحقيق أيضا بحقها يعني حتى أنت كنت نائب في الكنيسة أستاذ محمد بركة وتعلم جيدا الضغط الذي يتعرض له بعض أعضاء الكنيسة بسبب مواقفهم إلى أي مدى من الممكن أن يكون هناك تحقيق وربما رفع حصانة عن نائب كحنين الزعبي في الكنيسة وهي أساسا تعرضت أيضا لكثير من المضايقات شأنها شأنكم شو في القانون الإسرائيلي تغير في السنوات الأخيرة بحيث لم تعود هناك حاجة لرفع الحصانة مجرد أن يقرر المستشار القضايا أو النيابة العامة أن تقدم لاحة اتهام ترفع الحصانة أوتوماتيكيا إلا إذا طلب عضو الكنيسة أن يحتفظ بالحصانة في عندها يذهب إلى لجنة الكنيسة وهي لجنة سياسية حزبية وأغالبيتها بطبيعة الحال حسب تركيبة الكنيسة من اليمين لذلك لا حظ له في أن ينتصر له اليمينيون في لجنة الكنيسة للمحافظة على حصانته ولذلك نحن لا نلج هذا الباب بشكل عام أنا حقيقة حتى قبل عدة أشهر كنت أقف أمام محكم ما استمرت خمس إلى ست سنوات بتهمة ممارسة العمل السياسي المشاركة في مظاهرة المشاركة في اعتصام وما إلى ذلك وبعد ذلك تبين أن لا شيء في اعتقادي أن الأمر الخطورة في الموضوع هي ليست في أن تذهب إلى المحكمة أو يقودون العضو الكنيسة إلى المحكمة سواء كانت حنين أو غيرها الخطورة أن هذا يشكل منبرا للتحريض وإهدار الدم بحيث يصبح أي إمكانية للنائم أن يزاول المهمات وأن يزاول الغرض الذي انتخب من أجله يسمح شيء شبه مستحيل لأنه هناك يضع فيه مربع من الإرهاب أو التحريض وما إلى ذلك من هذه النعوط وبعد ذلك تعال ويحكي عن حقوق إنسان وتعالي حكي على قضايا التعليم وقضايا بناتحتية وقضايا السياسية وقضايا السلام تصبح غير مسموع على الإطلاق هذا التحريض يطال حنين ويطال أيمن عودي يطال أحمد طيبي يطال جمال زحالقة ويطال أيضا الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية الجناح الشمالي فقط أول أمس أعيد من المطار ولم يسمحوا له بالسفر أول أمس قبل ذلك كنا في محكمته هناك هجوم لتجريم العمل السياسي في المجتمع الفلسطيني في داخل إسرائيل العمل السياسي بأنك تحدثت عن مسألة الحركة الإسلامية الفرع الشمالي ماذا يعني حضرها؟ ما ستكون مفاعله برأيك؟ على حركة لديها قاعدة شعبية في داخل فلسطين هذا إجراء يتخذ وفق قوانين الطوارئ الانتدابية من عام 1945 مع الوقت إسرائيل أدخلت فيه بعض التغييرات ليس بهدف التقليل من حدة هذه القوانين إنما تعميق عدوانيتها وتعميق وتعس فيها إخراج حركة خارج القانون يعني أن أي اجتماع أو أي عمل باسم هذه الحركة يصبح ممنوعا ويعاقب عليه القانون سواء الأفراد أو المجموعات بما يشمل ذلك إمكانية الحجز على المكاتب الحجز على أموال منع استعمال الإسم وكل هذه الأمور في اعتقادي أن هذا إجراء خطير جدا نحن قلنا قبل حوالي عشرة أيام عندما دعت الحركة الإسلامية لمؤتمر صحفي وذهبنا إلى هنا قلنا أنه يعني لن نسمح بأن نقول في يوم من الأيام أكلنا يوم أكل الثور الأبيض بمعنى أن نتهاون أو نتسامح أو أن نقول أن هذا الموضوع لا يخصنا ولا يمسنا أي هجوم على أي حركة سياسية تعمل في ضوء الشمس هو هجوم على كل الفضاء السياسي للمجتمع الفلسطيني رغم الاختلاف في داخل إسرائيل لذلك نحن لا نعتقد رغم كل الاختلاف بدون أدنى شك رغم كل الاختلاف يعني نحن حددنا لأنفسنا ما هو التناقض الأساسي الذي نعيشه والتناقض الأساسي هو ليس فيما بيننا وفيما بين اجتهاداتنا إنما بيننا مجتمعين وبين الحركة السيونية وحكومة إسرائيل التي أولا تحارب على وجودنا يعني من أجل أن نختلف يجب أن نكون موجودين هذه الحركة السيونية تعترض على وجودنا أو تحاول أن تطعن في مشروعية وجودنا ولذلك نحن نعي جيدا أين يقع التناقض الأساسي ولذلك كل التناقضات الأخرى تخضع لهذا التناقض الأساسي والأهم يقدم على المهم والأهم هو أن نقف في مواجهة هذه الإجراءات التعسفية غير الديمقراطية ضد أي فصيل من فصائل أبناء شعبنا وبعد ذلك لا أسأل يمكن أن نختلف بعد ذلك سيد محمد بركة بالنسبة لك شخصيا بحسب تحليلك ورأي الجبهة بالتالي هذه التحركات إلى أين ستؤدي هل ستحدث تغييرا هل ستتابع برأيك هل هناك مقومات لكي يكون هناك متابعة لها وفعلا تجبر إسرائيل على اتخاذ قرارات مهمة أم أنها ربما قد تنتهي كما بدأت يعني ليس لديها أفق ما رأيكم شوف يعني كل حراك جماهيري قد يمر حالة من المد وحالة من الجزر لكن طالما الظلم موجود طالما الاحتلال موجود طالما الاتهاض القومي موجود فبالضرورة هذا سينتج ردة فعل ومقاومة واعتراض واحتجاج في مسيرة سخنين قبل عدة أيام أنا قلت هناك في خطاب جملة وأنا أحب أن أكررها أمامكم وهي أن من يسبب الانفجار لا يستطيع أن يعتب أن الشظايا أصابت وجهه ونتنياهو هو الذي أدى إلى هذا الانفجار ولذلك رد الفعل هو أمر طبيعي لذلك أي معالجة للموضوع يجب أن تبدأ من الانفجار وأسباب الانفجار من الاحتلال من السياسة العنصرية هذا واحد تنين نحن لا نتعامل مع الموضوع فقط كأن هناك طرف واحد ونحن متلقين نرد فعل لا نحن أيام جب أن نكون أصحاب مبادرة مثلا عندما نخرج في نضال شعبي وجماهيري مثل الذي كانت بمشاركة عشرات الألوف في سخنين نحن نحرص على أن يكون هناك يهود ديمقراطيين يؤيدون مطالبنا ويظهرون على المنصة وأحد هؤلاء الأشخاص البروفيسور جادي الجازي وقف على المنصة وقال كلاما حادا جدا ضد الحركة الصهونية وأدان نتنياهو بشكل بمعنى أننا نريد أيضا أن نخاطب أوصات في المجتمع الإسرائيلي لتعارض نتنياهو رغم علما أن الحكومة الحالية هي الحكومة الأخطر والأكثر يمينية ربما في تاريخ إسرائيل أيضا على الصعيد الفلسطيني العام أنا أعرف ما الذي يقلق إسرائيل يقلقها المقاومة الشعبية يقلقها المقاطعة يقلقها المحكمة الجناية الدولية يقلقها أن يجري تحول في الرأي العام هذه أمور يجب أن يجري العمل تجاهها من أجل إحراج الخطاب العدواني أو محاصرة الخطاب العدواني في الزاوي الذي تمارسه إسرائيل بمعنى ما الذي سيحدث هذا الأمر يتوقف على ما تقوم به إسرائيل لكن هذا أيضا يجب أن يتوقف على ما نقوم به نحن شكرا لك أستاذ محمد بركة على انضمامك لنا في هذه الفقرة من خلف الجدار رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة كنت معنا من الناصرة شكرا جزيلا لك نصل إلى الفقرة الأخيرة من خلف الجدار فلسطين أونلاين صارت فيها بعض الهاشتاك وما تم تداوله من قبل الناشطين والمتابعين على وسائل التواصل الاجتماعية طبعا هاشتاك فلسطين انتفضت وكل ما يتعلق بالتحركات الهبة الانتفاضة كما سمها الناشطين كلها كانت حاضرة بقوة للأسبوع لهذا الأسبوع أيضا ولكن برز هاشتاك ملفت وأيضا تم تناوله كثيرا في الصحافة العالمية وهو فلسطين والغياب العربي نشاهد بعض التغريدات التي تم تداولها حول هذا الهاشتاك للأسف كان هناك سخط من قبل الناشطين على مسألة الغياب العربي عن الأحداث في فلسطين كان هناك حتى بالدعم خصوصا عما تم تسريبه من محاولات لبعض دول عربية لأن يكون هناك تهديئة متوساطة مع السلطة الفلسطينية مع الرئيس الفلسطيني إذن كل هذه الأخبار كانت حاضرة على وسائل التواصل الاجتماعية على تويتر على فيسبوك الصخط كان واضحا من قبل الناشطين تم تعبير عنه بالأحرف بالكلمات يعني طبعا هو بالصور وتم تناقل صور للقمع الإسرائيلي للشهداء الذين سقطوا أيضا نتيجة يعني بعدما قتلتهم إسرائيل إذن نتابع في المواضيع التي برس هذا الأسبوع وننتقل لموضوع آخر هو موضوع هاشتاغ بالأحراء هو Black Lives Matter هذا الهاشتاغ تم تدوله بناء على فيديو انتشر بشكل كبير على مواقع التواصل تمت فيه المقارنة بين طريقة تعاطي الشرطة الأمريكية مع الأمريكيين من أصل أفريقي الأفارقة في الولايات المتحدة الأمريكية في بعض المقاطعات وكيف تتم معاملة الفلسطينيين قبل الشرطة الإسرائيلية هذا هو الفيديو يعني نشاهد بعضا منه يتحدث عن أن نفس الأسلوب المتبع من قبل الشرطة الأمريكية تمارسه 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 نفس طريقة التعاطي مع الناس التحقير حتى وسائل التعذيب تستخدم هي نفسها وكأن رام الله تردد صدى شيكاغو والعكس صحيح حتى في الجرائم في غزة تتردد صدها في المقاطعات الأمريكية إذن هذا بالنسبة لهذا الهاشتاك أيضا موضوع أخير يجب أن نتوقف عنده حملة المقاطعة للبضائع الإسرائيلية حملة BDS كان لها أيضا حضور عبر دعوة إلى تظاهرات في أكثر من 69 مدينة في العالم في 17 دولة سنشاهد هنا الدعوات إلى هذه التظاهرة التي حصلت اليوم في الوقت نفسه حتى في أكثر من دولة هنا التظاهرة في بريطانيا في 17 من أكتوبر إذن ولكن أريد أن أشدد على هذه الصورة تحديدا إذن كان هناك ناشطين إيرلنديين ذهبوا إلى المحل التجارية أو السوبر ماركت في إيرلندا ونزعوا كل البضائع الإسرائيلية عن الرفوف في هذا السوبر ماركت إذن هذا كان في إطار الحملة والتضامن مع فلسطين في دول العالم التي دعت إليها حركة BDS لمقاطعة البضائع الإسرائيلية مع هذا الموضوع نصل إلى ختام حلقة خلف الجدار لهذا الأسبوع مشاهدين أشكر لكم المتابعة هذه هي العناوين التي بإمكانكم الاتصال بها مع البرنامج أو التواصل عبر فيسبوك توتر وأيضا عبر الإيميلي إلى الليك اشتركوا في القناة